أذان في السماء على آل بيت الله نادانا فيا أبنا أنا قوموا أوان صلاتنا حانا فإن صلاتنا قربا إلى الرحمن مولانا تعلمها وما فيها تفاصيلا وأركانا وبالإتقان طبقها كما علمت إحسانا تزود من نوافلها لكي تزداد إيمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا أرحب بكم في رقائنا الأول من برنامجنا الماتع والمفيد برنامج أوان الصلاة والذي سنتعلم فيه كل ما يتعلق بالوضوء والصلاة من خلال أسئلة وألعاب نطرحها على الفريقين المتسابقين الفريق الأول فريق الناجحون أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بك بك حياكم الله نتعرف عليكم تفضل اسمي البراء نور الصف الثاني اسمي عبد الرحمة العمودي من الصف الرابع ما شاء الله تبارك الله اسمي محمد المساعد من الصف الثالث ما شاء الله تبارك الله أهلا وسهلا بكم ولنرحب بالفريق الثاني فريق المتميزون أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بك أستاذ نتعرف عليكم تفضل عبد العزيز بغلب الصف الثالث الصف الثالث أنا أسمي طلال داود الصف الخامس ما شاء الله تبارك الله عبد الملك القضب الصف الثالث أهلا وسهلا بكم يشاركنا في هذه المسابقة صديقنا المرح والذكي أوان والذي سيقدم لكم خلال حلقات برنامجنا الكثير من المعلومات المهمة والمفيدة فلنرحب به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا يسعدني أن أكون معكم في هذه المسابقة الجميلة والمفيدة والتي سأقدم لكم فيها الكثير من المعلومات كما سأشجع المتسابقين وأدعوكم للمشاركة في المسابقة من خلال سؤال خاص سنطرحه عليكم في آخر الحلقة فتابعونا وفي آخر الحلقة سأطرح عليكم سؤالا ويمكنكم الإجابة عنه من خلال مسح الـ QR Code الذي سيظهر لكم على الشاشة فتابعونا أعزائنا مسابقة أوان الصلاة ستجمع ستة فرق تتنافس فيما بينها كل مرة سيلتقي فريقان ويتنافسان على تجميع عدد أكبر من الدرجات لأن الفائز في نهاية البرنامج سيكون الفريق الذي حصل على درجات أكثر وسيحظى الفريق الفائز بجوائز جميلة والآن هل أنتم متحمسون معنا لنبدأ المسابقة؟ نعم متحمسون حسنا أصدقائي ستظهر الآن أمامنا على الشاشة مجموعة حروف غير مرتبة الفريق الذي يرتب هذه الحروف أولا ليشكل عنوان الحلقة بشكل صحيح هو الذي سيبدأ المسابقة تفضلوا فكروا جيدا الفريق الذي يرتب الحروف أولا يضغط الزر الأحمر إذا عرفتم أستاذ تفضل أركان الوضوء أركان الوضوء متأكدين؟ إيه أحسنتم إجابة صحيحة والآن نبدأ مسابقتنا مع أوان الذي سيعرفنا بهذه الأركان فلنتعلم مع أوان أركان الوضوء أهلا بكم أعزاء الصغار لقد اشتقت إلى لقائكم والتحدث معكم لعلكم اشتقتم إلى تعلم أحكام الوضوء فهيا بنا نتعلم أولا أركان الوضوء أركان الوضوء هي أولا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من الفكين وعرضا من الأذن إلى الأذن ثانيا غسل اليدين مع المرفقين وهم المفصلان في آخر الذراع ثالثا مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رابعا غسل الرجلين مع الكعبين وهم العظمان البارزان في جانبي القدمين قال تعالى خامسا الترتيب بين الأعضاء كما ورد في الآية سادسا الموالا بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله بفترة زمنية طويلة عرفة ومن ترك جزءا ولو يسيرا من محل الفرض بلا غسل بطل وضوءه فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى أعزائنا أهلا بكم من جديد تابعنا معا توضيح أوان لأركان الوضوء وعرفنا أن أركان الوضوء ستة لا يصح الوضوء إلا بها والآن سنطرح على الفريقين أسئلة تدور حول المعلومات التي قدمها أوان وإدايا مع فقرة أوان يختار هيا سنبدأ جاهزون؟ نعم جاهزون حسنا على بركة الله هيا في هذه الفقرة سأطرح على كل فريق سؤالين وسيختار أوان رقم السؤال من بين هذه البطاقات التي أمامنا ويحصل الفريق الذي يجيب إجابة صحيحة على عشر درجات أي أن لهذه المرحلة عشرون درجة لنبدأ مع الفريق الأول فريق الناجحون والآن مع فقرة أوان يختار تفضل يا أوان اختر رقم السؤال رقم ثلاثة حسنا رقم ثلاثة يقول السؤال قال تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق السؤال قال تعالى إلى المرافق والمرافق جمع مرفق وهو الجزء الذي يصل العضود بالساعد والسؤال ما معنى إلى المرافق ألف حتى بداية المرافق فمع المرافق جيم تحت المرافق ما هو الجواب الصحيح؟ معكم خمس عشرة ثانية للإجابة عن السؤال فكروا جيدا فكروا جيدا نري الإجابة صحيحة حسنا ما هو الجواب؟ حتى بداية المرافق حتى بداية المرافق هذا الجواب الأخير؟ إيهوة للأسف إجابة خاطئة خطأ والصحيح غسلوا اليدين مع المرفقين من أركان الوضوء متلّة والآن السؤال الأول لفريق المتميزون اختر يا أوان رقم السؤال رقم ثنان حسنا اختار لنا أوان الرقم اثنين السؤال يقول الأذنان في الوضوء ألف تمسحاني مع الرأس باء تغسلاني مع الوجه جيم لا تمسحاني ولا تغسلان معكم خمس عشرة ثانية للإجابة عن السؤال فكروا جيدا تمسحاني مع الرأس تشاور فيما بينكم نريد إجابة صحيحة حسنا ما هو الجواب؟ تمسحاني مع الرأس متأكدين؟ نعم أحسنتم إجابة صحيحة الأذنان من الرأس لذا فإننا نمسح الأذنين معه نعود الآن لفريق الناجحون والآن السؤال الثاني اختر يا أوان رقم السؤال الرقم واحد حسنا اختار لنا أوان الرقم واحد والسؤال يقول أمرنا سبحانه بغسل أقدامنا إلى الكعبين ما هما الكعبان؟ ألف هل هما العرقوبان؟ باء هل هما العظمان البارزان في جانبي القدم؟ جيم أسفل القدمين معكم خمسة عشرة ثانية للإجابة عن السؤال فكروا جيداً تشاور فيما بينكم نريد إجابة صحيحة حسناً ما هو الجواب؟ باء باء اقرأ الجواب العظمان البارزان في جانبي القدمين أحسنتم إجابة صحيحة غسل القدمين إلى العظمين البارزين في جانبيهما من أركان الوضوء والآن السؤال الثاني لفريق المتميزون اختر يا أوان رقم السؤال رقم أربعة حسناً اختار أوان السؤال رقم أربعة والسؤال يقول لا يفصل المتوضع بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله بفترة زمانية طويلة عرفاً هذا الأمر يسمى ألف الترتيب باء التعقيب جيم الموالاة معكم خمسة عشر ثانية للإجابة عن السؤال فكروا جيداً نريد إجابة صحيحة حسناً ما هو الجواب؟ ألف الترتيب أنك ما تفصل بفترة زمنية طويلة بين غسل عضو والعضو الذي قبله الترتيب أم التعقيب أم الوالاة أعطيكم خمسة ثوانية تفكروا مرة ثانية التعقيب لبجواب أخير تفضل التعقيب للأسف إجابة خاطئة والجواب الصحيح هو الموالاة ألا تفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله بفترة زمنية طويلة عرفاً تسمى الموالاة وهكذا حصل كل الفريقان على عشر درجات ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية مرحلة اكتشف الخطأ الآن وصلنا إلى المرحلة الثانية من مسابقتنا وفي هذه المرحلة سنعرض لكل فريق فيديو فيه خطأ يتعلق بأركان الوضوء وكل إجابة صحيحة ينال عليها الفريق عشرين درجة لنكتشف الخطأ في الفيديو الأول مع فريق الناجحون ومعكم خمس عشر ثانية للإجابة عن السؤال تفضلوا شاهدوا الفيديو فكروا جيداً سينتهي الوقت حسناً ما هو الجواب؟ إنه ما غسل وجهه كامل ما غسل وجهه كامل؟ إيه بس بس غسل عيونه كذا بس غسل عيونه؟ إيه ما غسل وجهه كامل هذا الخطأ الوحيد في الفيديو؟ هذا يطلعنا نحن أطلعنا حاجتان أحسنتم إجابة صحيحة هذا الطفل لم يستوعب وجهه بالغسل وحد الوجه طولاً من منبت الشعر إلى منتهى الفكين وعرضاً ما بين الأذنين ننتقل الآن إلى الفريق الثاني فريق المتميزون وسنعرض هذا الفيديو ولنكتشف معاً أين الخطأ معكم خمس عشر ثانية للإجابة عن السؤال فكروا جيداً سينتهي الوقت حسناً ما هو الجواب؟ إنه هو رضع الماء فوق العظمتين حق الرجل طيب إيش المشكلة؟ هو غسل هناك طيب يعني غسل إلى فوق الكعبين إيو طيب أنا أبل خطأ إيش الخطأ لفي الفيديو؟ فضل أنه هو ما يشمو غسل يده بسيش ما رفعها لنينة ما رفعها لنينة غسل يده للمرفقين هد المرفقين هذا الإجابة اللي عندكم؟ ماذا غلط للأسف إجابة خاطئة والخطأ الوارد في الفيديو أن الطفل لم يلتزم بالترتيب في أركان الوضوء فالمفترض بعد غسل يديه يمسح الرأس ثم يتجه إلى القدمين وبهذا يكون قد حصل فريق الناجحون على عشرين درجة ولم يحصل فريق المتميزون في هذه المرحلة على أي درجات والآن لننتقل إلى المرحلة الثالثة مرحلة درب عقلك وتعلم درب عقلك وتعلم والآن وصلنا إلى المرحلة الثالثة ولها عشرون درجة وفيها سأعرض مقطعين لكل من الفريق الأول والثاني وعليكم أن تكتشفوا الفرق بينهما جاهزون؟ نعم جاهزون لنبدأ مع فريق الناجحون لنشاهد معنا هذين المقطعين ولديكم عشرون ثانية تفضلوا هيا حسنا ما هو الجواب؟ إنه هو لما نغسي لديه من هنا وأبو أول واحد غصي لها كامل بس هنا واحد غصي لها من هنا ماك غصي لها كامل هذي جاب الخيرة؟ إيوه أكيد كلهم متحدي أحسنتم إجابة صحيحة الفرق الإسباغ وعدمه والوضوء في المقطع الأول صحيح لأن المتوضع أسبغ الوضوء وفي الثاني غير صحيح لأنه ترك جزءا من محل الفرض بلا غسل لننتقل الآن للفريق الثاني وسأعرض لكم صورتين وعليكم اكتشاف الفرق بينهما وبيان أيهما صحيح ولديكم عشرون ثانية تفضلوا يغسل في هذا الجزء وفي الجزء كامل هنا من تحت كمان مبلول هنا مغطي كمان يعني ما غسل حسنا ما هو الجواب؟ أنه الرقم واحد الوضوء حقه صحيح غسل اللين هنا أما الثاني الكمان مغطي أن هذا الجزء المفروض تتوضع فيه فما غسله أكيد وهذا مدخل يده هذا مدخل يده فوصلت المعي لن هنا أما هذا وصلت المعي لن هنا متأكد من هذا الجواب؟ سنتم إجابة صحيحة الرقم في التشمير فالثاني قصر في التشمير وبالتالي قصر في غسل يديه فوضوه غير صحيح والأول شمر جيدا واستوعب محل الفرض بالغسل فوضوه صحيح وهكذا حصل كلا الفريقان على عشرين درجة والآن لنتقل إلى المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة سؤال السرعة وله أربعون درجة أعزائنا وصلنا الآن إلى المرحلة الأخيرة من مسابقتنا لهذا اليوم وفيها سنطرح أربعة أسئلة والفريق الذي يعرف الإجابة يضغط مباشرة على الزر الأحمر الذي أمامه إن كان جوابه خاطئا نمنح الفريق الثاني فرصة للإجابة لكل سؤال عشر درجات جاهزون؟ نعم نبدأ حسنا لنبدأ السؤال الأول يقول ما حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء؟ الذي يعرف الجواب يضغط الزر الأحمر الترتيب ما حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء؟ هل هو الترتيب؟ الإجابة الصحيح أن الموالاة ركن من أركان الوضوء؟ السؤال الثاني يقول يجب مسح الأذنين في الوضوء؟ لماذا؟ الذي يعرف الجواب يضغط الزر الأحمر ستاد لأن الأذنين ركن من أركان الوضوء؟ إجابة غير دقيقة نبغي إجابة صحيحة لماذا يجب مسح الأذنين في الوضوء؟ نحن نقول ما قلنا ما حكم مسح الأذنين؟ قلنا لماذا؟ لأن الأذنين جدوا من الرأس متأكدين من الجواب؟ نعم متأكدون أحسنتم إجابة صحيحة يجب مسح الأذنين في الوضوء؟ لماذا؟ لأنهما من الرأس السؤال الثالث يقول رتب الأعضاء الآتية على حسب ترتيبها في الوضوء غسل اليدين، غسل الوجه، غسل الرجلين، مسح الرأس ما هو الترتيب الصحيح؟ الذي يعرف الجواب يضغط الزر الأحمر تفضل جواب غسل يدين، غسل الوجه، غسل الرأس، غسل الرجل غسل الرأس؟ معين غسل الرجل عيد الترتيب؟ غسل اليدين، غسل الوجه، غسل الرأس، غسل أو مسح؟ مسح الرأس، وغسل الرجلين للأسف إجابة خاطئة، تمنح فرصة الجواب لفريق المتميزون، تفضلوا غسل الوجه، ثم؟ غسل اليدان، غسل اليدين ثم؟ مسح الرأس، غسل الرجلين الرجلين أحسنتم إجابة صحيحة التركيب كالآتي غسل الوجه أولاً ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين السؤال الرابع يقول من السنة غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات إلا عضواً واحداً فالسنة فيه أن يمسح مرةً واحدة فما هو؟ الذي يعرف الإجابة يضغط الزر الأحمر أستر لما أنت تقسل قول أعضاء ثلاث مرات مع هذا الرأس تمسح الرأس والوضوء مرة واحدة أحسنتم إجابة صحيحة العضو الوحيد الذي يمسح مرة واحدة هو الرأس مع الأذنين وهكذا حصل فريق المتميزون على عشرين درجة في سؤال السرعة بينما حصل فريق الناجحون على عشر درجات وبذلك يكون فريق المتميزون حاصل على خمسين درجة وحاصل فريق الناجحون على ستين درجة وبذلك يكون الفريق الفائز لهذا اليوم هو فريق الناجحون مبارك أحسنتم ويأتينا في المرة القادمة لتنافس أيضاً فريقان وهكذا في كل حلقة حتى يكون الفائز معنا في نهاية البرنامج الفريق الذي يحصل على درجات أكثر الآن لنتقل إلى الفقرة التي ينتظرها المشاهدون فقرة سؤال الجمهور أصدقاؤنا سؤال اليوم يقول من توضأ ولم يغسل وجهه فوضوءه صحيح أم غير صحيح؟ اختبروا معلوماتكم وشاركوا معنا في الإجابة عن هذا السؤال من خلال مسح الـ QR Code الظاهر أمامكم الآن على الشاشة جوائز جميلة تنتظركم انتظرونا في الحلقة القادمة لنعلن لكم الفائز ولنتابع التنافس في برنامجكم الماتع برنامج أوان الصلاة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذان في السماء على آل بيت الله نادانا فيا أبنا أنا قوموا أوان صلاتنا حانا فإن صلاتنا قربا إلى الرحمن مولانا تعلمها وما فيها تفاصيلا وأركانا وبالإتقان طبقها كما علمت إحسانا تزود من نوافلها لكي تزداد إيمانا